العاشر من تشرين الأول المقبل تاريخ من المقرر أن تجرى فيه انتخابات مبكرة في العراق هذه الانتخابات كمثيلاتها تلك التي شهدت حالات تزوير واسعة ثم تخوف كبير من مشاركة عناصر الأمن في التصويت الخاص تخوف أوصل الأمور إلى حد المطالبة بإلغاء هذا التصويت حيث برزت مطالبات سياسية بإلغاء التصويت الخاص بقوى الأمن والمعتقلين في السجون سعيا لإبعاد الاستغلال الحزبي وإنهاء حالة الجدل الذي يثار في كل موسم انتخابي بشأن تلك الأصوات فضلا عن تعزيز استقلالية المؤسسة العسكرية التي نخرتها آفة المحاصصة الطائفية تحديدا بعد عام 2003 مطالبات إلغاء مشاركة قوات الأمن الحكومية في التصويت كان بسبب التلاعب بالأصوات والسغلالها لصالح جهات حزبية بالتعاون المباشر مع الآمرين والضباط وما يعني ذلك من تصويت لقائد الفيصل أو بتوجيه من حيث يحق لأكثر من مليون منتسب في قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة وميليشيا الحج المشاركة في الاختراع الذي ينظم قبل يومين من الانتخابات العامة إلى جانب المعتقلين في السجون هذه المطالبات كانت من السياسيين أنفسهم ولسيما بعد مطالبة الناب عن الجبهة العراقية محمد الخالدي بأهمية إلغاء التصويت الخاص بقوى الأمن الداخلي بسبب الاستغلال الحاصل لها من قبل جهات حزبية في كل موسم انتخابي وتأثير الآمرين والضباط على الجنود فضلا عن توجيههم بالتصويت لشخصيات معينة تصاعد دعوات إلغاء هذا التصويت في الاختراع رأي من وجهة نظر المستفيدين من هذا التصويت الخاص يعد مرفوضا رفضا قاطعا فمع تأسيس ميليشيا الحجد تصاعد الاهتمام بالتصويت الخاص كأحدى الأدوات الموصلة إلى قبة البرلمان بالاعتماد على أصوات المنتسبين حيث تمتلك معظم الأحزاب ميليشيات مسلحة تمثل الخزان الانتخابي الأبرز لهم وصمام الأمان لصعودهم إلى البرلمان